اشتركوا في القناة كما في وصفه لما جرى لقوم النبي هود عليه السلام على سبيل المثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين حيث يهلك الله سبحانه وتعالى تلك الأمم على اختلاف أعمار الناس قال عز وجل أفلم يهدي لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ولم ينجوا من ذلك الاستئصال إلا فئة صغيرة أو أفراد قلائل قد لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة قال الله سبحانه وتعالى بشأن قوم النبي لوط عليه السلام على سبيل المثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين طيب كم كان عددهم فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين والبيت هذا كم عدد أفراده فهل يتوافق هذا مع العدل الإلهي؟ هذا هو السؤال الاستفهامي أو الاستنكاري بل يقولون هل يتوافق هذا مع المبدأ الذي أقره القرآن الكريم حول المسئولية الفردية أن الإنسان لا يؤاخذ بما فعل آباؤه من قبله ولا بما فعل الأبناء من بعده قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال عز وجل قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم أن القرآن الكريم يقول هؤلاء أيضا يتحدث عن أن المحاسبة إنما تكون في الآخرة التي هي دار الجزاء أي أن هذه المحاسبة لا تكون إلا بعد انقضاء الحياة على الأرض إذن يقولون كيف يعذب الله سبحانه وتعالى الناس في هذه الحياة وقبل المحاسبة وقبل بلوغ تلك الدار يعني الدار الآخرة ويضيف البعض إلى ذلك أن العقاب الجماعي يطرح العديد من الإشكاليات الأخلاقية الأخلاقية لأنه يبدو في ظاهره شكلا من أشكال الثأر والانتقام والقتل الأكثر فتكا ودموية لاحظوا هذه الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا هنا عملية انتقام وأيضا القرآن الكريم وصف النهايات الجماعية هذا الوصف جاء بحيث أنه دائما يأتي بألفاظ عنيفة هذه الألفاظ ترتبط بالموت ترتبط بالدمار ترتبط بالعذاب الشامل للكبار والصغار والشيوخ والنساء والأطفال حيث يردمون جميعا أو يحترقون أو يرمون بالبرد أو بالحجارة النارية مثلا قوله عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وقال عز وجل بخصوص النبيين موسى وهارون عليهم السلام فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وهناك مشاهد عديدة حقيقة ومتكررة في القرآن الكريم تعطي مثل هذه الأوصاف التي فيها حنف وفيها شدة في القتل والتدمير والتخلص من البشرية ولو في بيئة أو في مجتمع محدود هذه هي الإشكاليات كيف يمكن أن نجيب عليها حقيقة لعل الجواب يكون طويلا لكن أنا سأحاول أن أختصره في بضعة نقاط ربما هناك أيضا نقاط أو إجابات أخرى ولكن أكتفي بهذا المقدار الذي سأبينه إن شاء الله تعالى أولا يجب أن نستذكر حقيقة أن الأرض جزء من مملكة الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقول عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى هذا كله لله عز وجل ومن حق المالك أن يدبر أمر مملكته بما يحقق من خلاله الغاية من التملك هذه النقطة مهمة جدا من حق المالك أن يدبر يدير أمور مملكته بما يحقق من خلال ذلك الغاية من هذا التملك يعني كيف؟ فلنأخذ هذا المثال فلنفترض أنك تملكت قطعة أرض كبيرة في مقابل ثمن اشتريتها بثمن باهظ وبذلت أيضا جهدا كبيرا من أجل أن تستصلح هذه الأرض وأن تحولها إلى أرض زراعية ثم ذهبت إلى المشاتل حيث يبيعون شتلات الزرع واصطفيت من بين كل هذه الشتلات على تنوعها على الأحجام المختلفة الأسعار المختلفة اخترت أنت أفضل الشتلات المثمرة وأنفقت أيضا مالا كثيرا لشرائها ثم بذلت المزيد من الجهد والعناية لزراعتها في تلك الأرض المستصلحة وقمت بعملية الري والتسميد والحفاظ على تلك الشجيرات من الآفات الزراعية وغير ذلك وانتظرت على مدى سنوات ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات إلى أن بدأت تلك الأشجار تثمر وتعطي محاصيل رائعة وهذه كانت الغاية من زراعة هذه الشتلات ومن شراء هذه الأرض وإذا عندما أنت جئت لتقطف هذه الثمار وإذا بك تتفاجأ بانتشار آفة تنخر بمجموعة من الأشجار والثمار وتهلكها فتسعى حين ذاك للمعالجة بكافة الوسائل مبيدات حشرية غيرها دون فائدة تستدعي ناس بعض الأهل اختصاص تأتي بهم يحاولون أن يعالجوا ولكن لم تستطع أن تستنقذ تلك الأشجار وتلك الثمار والآفة آخذ بالانتشار بين الأشجار الأخرى السليمة كالنار في الهشيم وبالتالي من أجل إنقاذ الأشجار والثمار الصالحة تقوم أنت باجتثاث وإحراق تلك الأشجار الموبوئة بل ربما تهاجم الآفة كل الأشجار والثمار كل ما لديك في ذلك البستان وحين ذاك أنت تخطط للمستقبل وبالتالي تضطر لاجتثاث هذه الأشجار والتخلص منها لتزرع أشجارا أخرى من جديد وبالتالي تبدأ مرحلة جديدة أخرى في عملية استصلاح هذه الأرض وزراعة هذه الأشجار الجديدة من أجل أن تعطيك ثمارا جديدة خالية من الآفات إذا قمت بكل هذا هل ستكون ملاما بذلك؟ أم يعد تصرفك هذا متوافقا مع الغاية التي من أجلها اشتريت الأرض بأغلى الأثمان وبذلت الجهود الكبيرة من أجل الاستصلاح وشراء الشتلات ورعايتها والحفاظ عليها وغير ذلك؟ طبعا واجهت العقبات قمت باتخاذ تلك الإجراءات استبدلتها بأشجار أخرى في النتيجة هل يلومك أحد على هذا؟ لا أحد يلومك إذا كان الأمر بالتالي مقبولا بل ومستحسنا بحقك كمالك عرضي أنت تملكت هذه الأرض وهذه الأشجار بالشراء والحيازة ولست المالك الحقيقي لأن الله عز وجل هو مالك الملك فكيف لو كان مالك الأرض هو الخالق؟ مالك الأرض هو المالك الحقيقي والمالك بالأصالة أنت مالك عرضي أنت اليوم موجود تتوفى تنتهي القصة ملكيتك تنتهي ولكن الله سبحانه وتعالى مالك حقيقي ومالك بالأصالة وهو الخالق ألا يحق له أن يتخذ إجراءات بحق مملكته؟ مع العلم بأنه خلقها لغاية عظيمة بأن يجعل عليها خليفة له هو الإنسان والغاية من الاستخلاف أن يعمرها هذا الإنسان بالخير والصلاح لا بالقتل والإفساد والإهلاك وقد استغرق هذه النقطة أيضا خذوها بالحين الاعتبار إذا في الأرض الزراعية حتى تثمر الأشجار نحتاج أربع خمس سنوات عشر سنوات استغرق استصلاح الكرة الأرضية لتكون مهيئة لحياة الإنسان استغرق هذا الأمر مليارات السنين مليارات السنين كي تكون الأرض صالحة أن يعيش عليها الإنسان وخلق الله عز وجل الإنسان على فطرة قويمة وأعطاه عندما خلقه عقلا مفكرا مبدعا مميزا بين الخير والشر وأرسل إليه رسوله مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتب فبالتالي هؤلاء الرسل بذلوا في طريق إصلاح الناس كل السبل وقدموا هم ومن أعانهم في هذا الطريق قدموا التضحيات الجسيمة على مستوى الأنفس على مستوى الأهل الأمن الراحة المال هل يحق للإنسان بعد هذا أن يعيد استصلاح مملكة المتمثلة في تلك الأرض الزراعية ولو بإجراء قاسي تمثل في اقتلاع تلك الأشجار أو حرقها ولا يحق للمالك الخالق رب الأرباب أن يقوم بذلك في حق مملكته هذا الأول ثانيا لم يكن الله عز وجل ليهلك الأمم التي أهلكها إلا بعد طغيانها واستكبارها وعتوها وإصرارها على مديات زمنية بعيدة المسألة ليست مسألة سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا عشرين وأيضا بعد إقامة الحجة الكاملة عليها وبعد استنفاذ كل سبل الإصلاح والهداية على أن تكون تلك الحجج متمثلة في رسول يعني لا يعتمد فيها على العقل وإنما بالإضافة إلى العقل والفطرة وغير ذلك أن يبعث إليهم رسولا منهم أو أكثر من رسول أحيانا وأن يقوم هذا الرسول أو هؤلاء الرسول وبشكل مباشر بالدعوة والحوار وبذل كل الجهود وإقامة الأدلة ولربما يلجأ هذا الرسول أو يلجأون أولئك الرسول إلى الآيات اللي نطلق عليها المعاجز يعني يلجأون إليها بعد ذلك تحذير انذار من قرب وقوع الكارثة العذاب ثم الاستمرار إلى اللحظات الأخيرة في دعوة الناس إلى التوبة كل ذلك من أجل خير الناس من أجل هداية الناس من أجل صلاح البشرية ككل من أجل تحقيق الغاية من إيجاد الإنسان على الكرة الأرضية قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول وقال في قصة نوح عليه السلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا في جاجا إذن دعوة إقامة حجج نقاش وسائل وسبل مختلفة النتيجة قال نوحا ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا لينتهي المشهد كالتالي وقال نوحا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يعني المسألة تصل إلى سك سد إلى نهاية الطريق ولا مجال لإكمال الطريق لأنه لن تثمر حين ذاك الجهود أي نتيجة إيجابية ثالثا استعمال مصطلح الانتقام في بعض هذه الموارد لا يأتي من باب التشفي والثأر كالذي ينطلق فيه الإنسان من معاناة وآلام نفسية ورغبة في استرداد الكرامة أو إرضاء النفس أو ما شابه ذلك من هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى أزاح العذاب عن قوم يونس في اللحظات الأخيرة بعد أن أوشكوا على الهلكة كانوا مشركين كانوا عاصين ولكن في نهاية المطاف حين حققوا الطرف الخاص من المعادلة المطلوبة وهو التوبة حين ذاك الله سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين والذي يؤكد هذه الفكرة أن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب تلك الأمم على كفرها الفكري أو على شركها فقط مع أنها تستحق العقوبة بذلك ولكن الله عز وجل دائما يذكر في القرآن أن بموازاة الشرك كانت هناك سلوكيات منحرفة كان هناك أنواع من الكفر العملي وليس فقط الكفر النظري أو الفكري هي بكفرها وشركها هي ظالمة فاسدة باغية وهذا ما بيّنته الآيات القرآنية في قصص الأمم المهلكة حيث ينهون عن البخص في المكيال والميزان التطفيف أو عن ارتكاب الفواحش أو القتل أو الاستضعاف أو الاستحياء أو الاستكبار أو الإسراف في المعاصي وأمثال ذلك يمكنك على سبيل المثال أن تمر على قصص الأنبياء في سورة الشعراء لتجد هذه الصورة واضحة أن المسألة لا ترتبط فقط في البعد العقدي في البعد الإيماني كان هناك انحرافات على مستوى التصرفات في حقوق الناس في حقوق المستضعفين وغير ذلك هذا مؤثر جدا في عملية تكوين صورة عن مسألة الإهلاك الذي مورس بحق بعض الأقوام على مر القرون رابعا الله سبحانه وتعالى لم يأخذ الصالحين بجريرة الفاسدين في مثل هذه الحالات التي ينزل فيها العذاب كي يقال بأن هذا الأمر يخالف قاعدة المسؤولية الفردية وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى وهذا ما أكدت آيات قرآنية كثيرة ترتبط بقصة النبي نوح قصة النبي إبراهيم لوط موسى وغيرهم عليهم السلام أما الاحتجاج على موت الأطفال والمجانين وغيرهم ضمن هذا العذاب النازل الاحتجاج هذا قائم على مسألة أن الإنسان يغفل هذا الذي يحتج ينسى أو يغفل أو لا يؤمن بأن هذه الدنيا ليست سوى محطة قصيرة الزمن جدا وحياة مؤقتة في مقابل حياة حقيقية ومديدة في الآخرة لا يعاقب فيها غير المكلفين فقط المكلفون هم المعاقبون في الآخرة الطفل لا يحاسب ولا يعاقب في الآخرة فاقدوا العقول مثلا من لم تقم عليهم الحج مثلا والأصناف الأخرى هؤلاء مستثنون من عملية الحساب ومستثنون من عملية العقاب وبالتالي موت هؤلاء في الحياة الدنيا لا يعني نهاية المطاف بالنسبة إليهم بل نستطيع أن نقول أن الأمر بالنسبة إليهم خير حيث ينقلون إلى رحمة الله في الآخرة ولا يخضون تجربة لربما يفشلون فيها كما فشل أهلهم فيها من قبل أكتفي بهذا المقدار مراعاة للوقت مع التنبيه أخيرا إلى أن القاعدة في المسألة عند الله عز وجل هي التالي أولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ثانيا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ثالثا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون رابعا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون خامسا يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر